قلنا نقول لحضراتكم بيان النادي الاهلي اللي صدر منذ قليل الاهلي يشكر بريزنتيشن لايف ويشكل لجنة لاستلام قناة النادي قال الاهلي في البيان استعرض مجلس إدارة شركة الاهلي للإنتاج الإعلامي في اجتماعي الزهرة اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب وبحضور العديد من أعضاء مجلس إدارة النادي الموقف الحالي لقناة الاهلي من كافة الجوانب الإدارية والفنية والمالية بما يعزز الدراسة التي يقوم بها بعض المتخصصين في الوقت الراهل لتطوير القناة وتقديم المحتوى الذي يتناسب مع قيمة الاهلي وتاريخه وجماهيره في كافة أنحاء العالم خلال الاجتماع وجه مجلس إدارة شركة الاهلي للإنتاج الإعلامي الشكر إلى شركة بريزنتيشن لايف والقائمين عليها لما بزلوه من جهد طوال فترة حصولهم على حقوق إدارة القناة وحرصهم الشديد على تقديم الأفضل للنادي ومحبية وفي ضوء ما سبق وتم بخصوص الأمور التعاقدية فقد قرر المجلس تشكيل لجنة لاستلام القناة وما تملكه من مقرات ومعدات وأدوات فنية تضم اللجنة الدكتور سعد شلب المدير التنفيذي للنادي ومحمد يوسف مدير شركة الاهلي للإنتاج الإعلامي ومحمد فتحي مدير الشؤون القانونية ومحمود مدبولي المحاسب المالي لشركة الاهلي للإنتاج الإعلامي وسوف تقوم اللجنة مطلع الأسبوع القادم بالتنسيق الكامل مع اللجنة المشكلة من شركة بريزنتيشن لايف بهذا الخصوص لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه اللي هو يعني لسه لم يعلن ما تم الاتفاق عليه لكن مرحليا واضح أن الاهلي حياخد معدات وحياخد يعني أنا أرى أننا قد نكون داخلين على مرحلة جديدة رائلة للنادي الاهلي ولكنه بإذن الله دائما الأفضل فيما هو قادم بإذن الله تعالى